موسيقى دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش إلى وقف إنساني للقتال في أوكرانيا في عيد القيامة لمدة أربعة أيام بهدف السماح بالمرور الآمن للمدنيين من أجل مغادرة مناطق الصراع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررا خلال تصريحات صحفية قال جوتيريش أن الأمم المتحدة قدمت خطط مفصلة للطرفين ولديها استعداد لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريو بول وخيرسون ودونسك ولوغانسك اعتبارا من يوم الخميس حتى يوم الأحد وهو عيد القيامة الذي يحتفل به معظم الأوكرانيين والروس أدانا مدير عام منظمة الصحة العالمية دروسا دهنوم هجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء أوكرانيا قال أدانوم إن منظمة الصحة العالمية تدين وبوضوح أزيادا متواصلة في الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا مبيفا أن المنظمة تأكدت من حدوث 147 هجوما تضمن مقتل 73 شخصا و53 مصابا مؤكدا أن الحرب لن تكون الحل قال الرئيس الأمريكي وجو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا جاء ذلك عقب مشاورات أجراها بايدن مع الحلفاء حيث تمت مناقشة حول آخر التطورات فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا وكان البيت الأبيض قد أكد أن الغرض من المشاورات يستهدف الدعم المتواصل لأوكرانيا وجهود رامية لتحميل روسيا المسئولية في إطار التنصيق القوي بين الحلفاء قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماليا على رغم من أنها قد بلغت عمليا الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص وأنها تعمل بدلا من ذلك مع قطاع صناعة الأسلحة وفي مؤتمر صحفي بعد مشاركته في مكالمة مع الحلفاء الغربيين قالت شولتس إن من بين الأسلحة التي قلت شركات صناعة المعدات العسكرية إنها تستطيع تسليمها بسرعة وتحتاجها أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة دفاع جوي أكد الرئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون أن بلاده ستمنح أوكرانيا المزيد من أسلحة المدفعية مع انتقال الصراع مع روسيا إلى مرحلة جديدة وقالت جونسون إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية وهذا ما ستقدم بريطانيا لها بالإضافة إلى العديد من أشكال الدعم الأخرى